للنقاش في هذه التطورات من شمال شرق سوريا ينضم لي الأستاذ محمود حبيب الناطق باسم قوات الشمال الديمقراطي التابعي لقصد يعني واشنطن كما قلتم في السابق أنها ربما تخلت عنكم ببان الحملات التركية هل من الوالد الآن وإن في البيت الأبيض تستجدون يوما وهذه القوات قد سحبت نفسها بعيدا عن جدلية داعش هل ستترككم ستتخلى عنكم وسط هذه التعقيدات مساء الخير أستاذ سعد الدين تحت لك والأستاذ المشاهدين لا أعتقد هذا الأمر وارد آخر تصريح لوزير الدفاع الويد أستون مزو قليل أكد بأن هذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة القضية قضية تواجد قوات الأمريكي وقوات تحالف الدولي في منطقة شمال شرق سوريا لا يتعلق فقط بمساندة قوات سوريا الديمقراطية للتخلص من التنظيم داعش للرهابي وهذا يعتبر قضية أمن قومي للولايات المتحدة الأمريكية ولكن يمتد مجمع الصراعات التي تدور الآن في المنطقة منذ أمر البرنوسي الأوكراني وانتهاء ما يحدث الآن في رزي كل هذا يجبر الولايات المتحدة الأمريكية على أن تحصل مواقعها في المنطقة ولا أعلم كيف استطاع المونيتور أن يصور هذا الأمر الآن في هذه الظروف في الوقت الذي أؤكد لك والأستاذ المشاهدين أن القوات الأمريكية تعزل وجودها في منطقة شمال شرق سوريا بإرسال مزيد من الجنود وبإعادة تأهيل سلاس مواقع في منطقة شمال شرق سوريا لإعادة نشر القوات الأمريكية فيها يعني بعيدا عن ذلك وأنت ذكرت بنفسك أن هذا الوجود الآن ربما لديه أسباب أخرى وليس كما هو معلن النشاط الفصائل الموالية لإيران تعلم ذلك في ظلم ما يدور في غزة وبالتالي عمليا على الأرض وبالتنسيق معكم هل هناك عمليات فعلية قائمة الآن لتعاطي مع أفراد وعناصر تنظيم داعش وهي موجودون في شكل جيوب الآن وبدأوا ينشطون مؤخرا الدوريات مستمرة هل نفدد عمليات قتالية قريبا بشكل مستمرة بين قوات أسد وقوات تحالف الدولة لمتابعة آخر تطورات الأمني في منطقة شمال شرق سوريا وتدخل عبر للضرورة فإذا كانت الأمر يقتضي تدخل القوات الأمريكية أو قوات تحالف يتتدخل ولكن في أكثر الحالة تقوم قوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمنية بمتابعة هذه الخلايا أو الزئاب المنفردي هنا وقعا ولكن كما ذكرت حضرتك ما يتعلق لوجود القوات الأمريكية فإن المنطقة تتعرض لضغوط كبير جدا من الميليشيات الإيرانية ومن بعض الميليشيات الموجودة في غرب العراق وتتعرض هذه المواقع لضربات كسيرة وهناك تهديدات أخرى على وجود القوات الأمريكية في المنطقة لذلك بالمقابل ماذا فعلت أمريكا عززت قواتها كما قلنا ونشرت المزيد من نظومات الدفاع لحماية المنطقة وحماية الأفراد الأمريكية في تلك المنطقة وبالتالي أعتقد أن ما يقال على الانسحاب ليس أكثر من بازارات سياسية الآن أنت تعلم أن ترامب طرح في مشروعه الانتخابي وعملات الانتخابي أنه يريد الانسحاب من كامل المنطقة الشرق الأوسط إلى المنطقة الهادئة لكن على المدى البعيد هذا مطروح سيد محمود مطروح وطرحت واشنطن في مرات سابقة في النهاية المسألة التوقيت هي ربما مختلفة حتى في العراق الآن هناك مناقشة جدية عما يدر وبالتالي ما الذي سيمنع واشنطن من هذا الانسحاب ولديها انتخابات قادمة ومسألة أن يسقط جنود أو يتأذو لديها مقياس كبير في ترمومترا الناخب الأمريكي نعم لنقول أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان لم يسكد تشكل هذا الخطر الكبير على الولايات المدهة الأمريكي لأنه لم تسيطر على تقل المنطقة دول معادلة الولايات المدهة الأمريكية كذلك في العراق التواجد الحكومي العراقي الوسيطة ما بين الغرب والشيء وبين أمريكا وإيران قد يضع بعض الضمانات لإذا ما أردت الولايات المدهة الأمريكية لانسحاب من العراق أما في سوريا فإذا منسحبت القوات الأمريكية فهي تتيح المجال لتواجد على أقل تقدير روسيا الاتحادي أو القوات الإيراني أو حتى تركيا التي تطمع بأن تدخل مرة أخرى وتحت المزيد من الأراضي في سوريا إذن سيكون هناك خلط كبير لأرواق في المنطقة مما سيصاعد وفاقم الصراع الموجود أصلا في هذه المنطقة وبالتالي لا تستطيع العراق الأمريكية أن تهرب من هذا الاستحقاق وكما قلت أعتقد أنها فقط هي مناكفات سياسية ضمن البازارات المنطقة القادمة نعبة المتحدة اسم المنتاجون نفت كل هذا الكلام الذي ورد في المواقع الإخباري أو حتى في التمقاشات التي حدثت بين وزارة الخارجي ووزارة الدفاع على أن كانت الانسحاب وأكدت على نقاط مهمة أنه لا يزال خطر داعش قائم أن التواجد الأمريكي مستمر في المدى المنظور بأننا سنعزز قواتنا في منطقة شمال الشرق سوريا ولا يوجد أيني للانسحاب أريد أن ننبه إلى أمر مهم جدا إذا ما سحبت وكما ذكرت حضرتك إذا أصبحنا ولم نجد قوات الأمريكية هذا حدث سابقا ولم تهتز قوات سوريا الديمقراطية بل استطعنا أن نقاوم بقدر استطاعتنا موقعكم الآن سيد عذرني سيد محمود ذكرت أن بقاء القوات الأمريكية الآن هذا ما قلت أنت حرفيا ليس فقط لدايش مع ما يجري في غزة الآن هناك فعل واستهداف واستهداف مضاط لفصائل إيرانية في ظل الصراع الأمريكي الإيراني أنتم كقسد أين تتموضعون في حلبة هذا الصراع؟ الحقيقة نحن نتموضع في حلب واحد ولا نغادرها أبدا العقيد القتالي للقوات الأسر الديمقراطي هي مكافحة تنظيم داعي الشرهاب وحماية هذه المنطقة وشعبها من أي تهديدات خارجي أيا يكون الطرف الذي يهددها إذن ولا نتجاوز هذا الحد لأننا لا نستطيع ولا نمتلك القدرات التي تؤهرنا أن ندخل في هذا الصراع الإقليمي ولكن في هذا الحد الذي أتحدث عنه هناك مخاطر كبير ليس فقط علينا وإنما على المنطقة عموما وعلى العالم أنت تعلم أن هناك الآلاف من عناصر التنظيم محتجزين الآن في منطقة شمال شرق سوريا وعشرات الآلاف من عوائل التنظيم وأشبال الخلافي على الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي أن يجد حلولا جزرية لكثير من الملفات في منطقة شمال شرق سوريا قبل أن يفكر بالانسحاب من هذه المنطقة لأنها كما قلنا ممكن أن تصبح برميل بارود أنت يعني بهذا الحديث قلتني إلى سؤال القادم وهو مسألة الموقف من النظام في وقت سابق حينما شنت تركيا بعض الحملات قام النظام بدعمكم بيحاق القوات سوريا الديمقراطية في مجابهة ما وصفته دمشق وقتها بالاحتلال والتعدي على السيادة وبالتالي هل من إمكانية لعنوان تقارب لحل الملف كما كنت تشير أنت برمتي بالتواصل مع النظام السوري الحقيقة سعينا كثيرا لأن نجد نقاط تفاهم مع قوات حكومة دمشق مع قوات النظام بأن تدافع على أقل تقدير على المنطقة كعلى السيادة الوطن على الحدود ولكن لم تقف دمشق أبدا ولا مرة واحدة في وجه العدوان التركي فقط هناك محاولة عن مواقع الانتشار التي تقف فيها في منطقة شمال شرق سوريا ولكن ليس جزء من الدفاع على المنطقة بشكل عام تفاهماتنا مع النظام السوري وصلت إلى طريق مسدود كما ذكرت جنيرا المظلوم هناك خلاف سياسي ينسحب على عدم تعاون عسكري وقرار النظام ليس بيده قرار نظام بيد إيران وروسيا وبالتالي روسيا وإيران لا ترغب بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية وهي أنحارطة مع التحالف الدولي إذن الصراعات كما قلنا التي تقف خلف المشهد هي التي تمنع التوصل حتى إلى نقاط تفاهم مع النظام السوري على أقل تقدير فيما يتعلق لحماية الحدود ولكن قوات سوريا الديمقراطية مع هذا الأمر مستعدة للدفاع عن هذه المنطقة بما لديها من إمكانيات وبالمناسبة أين توقفت مجهودات موسكو التي كانت تحاول أن توجد مقاربة بجمع الأطراف أو الأطلاع الثلاثة إيران من جهة وتركيا من جهة والنظام من جهة وأنتم من جهة في وقت سابق يعني محاولات روسيا استضمت بالرفض الإيراني أما تركيا فهي ترفض بشكل قطعي وبشكل نهائي وبكل وسطة الأمريكي والروسي بأن تقيم علاقات حسن جواغ مع قوات سوريا الديمقراطية ولديها أسبابها العرقي والعنصري والقديمي وبالتالي لا يمكن الوصول إلى تفاهمات لإيديارة الأمن في هذه المنطقة وتبقى قوات سوريا الديمقراطية هي الخيار الأخير والأوحد الذي يستطيع كما قلنا إدارة ملفات خطيرة جدا لا تهدد فقط منطقة شمال الشرق سوريا ولكن تهدد المنطقة إن كافي ملاحق تناصر التنظيم وحضرتك والعربية والحدث تتابعان ما يحدث في باديد حمص وتدمر من عمليات داعش الكبير يجد ضد المواطنين وضد قوات النظام ولا نجد ردا بينما في منطقة شمال الشرق سوريا انتقلنا من حرط الدفاع إلى مرحلة الهجوب ونبحث الآن عن الخلايا بشكل حتيث ونستطيع أن نقضي على حركتها قبل أن تتحرك وتقوم بالأضرار في المنطقة إذن لا نجد جدية في الشراكي لا من قوات النظام ولا من حلفائه في حرب داعش وبالتالي سيسبق هذا الملف في عهدة القوات السورة الديمقراطية التي تقوم بكل ما تستطيع للحفاظ على أمن هذه المنطقة من شمال شرق سوريا السيد محمود حبيب الناطق باسم قوات الشمال الديمقراطية تابع لقسد أشكر لك سجابتك لدعوة الحضور وكل ما تفضلت به من إفاداتك اشتركوا في القناة